خليني برضو أنا بنشوف الصورة خلينا نقول إنه أحياناً لما بنشوف أفلام وثائقية أو أفلام روائية كبيرة تحديداً ما نتكلم عن التاريخ والتاريخ المصري كل واحد بيعمل من منظوره فهني يتلاقي الفرعون ده مثلاً ممكن يطلع إفريقي الشكل أو ممكن يطلع روماني الشكل أو ممكن يطلع حاجة تانية كل واحد بيفكر بدماغه أو بخياله ما بيبقاش فيها المصدقية زي ما احنا نعملها أو بالأجندة بتاعته أو بالأجندة طبعاً يعني موضوع الأفروسنترزم ده دي أجندة جداً دي أجندة وهي مشكلة جديرة الحقيقة ومشكلة معقدة جداً والمشكلة الأساسية فيها إنه هو واقع بتعيشه أمريكا النهاردة بمشكلة الأعراق عندها بين الأبيض والأسود وبيحاولوا يفرضوا علينا المنظور ده هي مش محلولة جوه هي مش محلولة عندهم بس إحنا مش طرف في المشكلة دي ولا مصر القديم طرف في المشكلة دي المجتمع المصري القديم كان مجتمع شمولي في الأبيض والأصمر والأسود أي وما كانت في الناس بتحسب ده لا وما كانش بيأثر على مكانك في المجتمع ولا يعني ما كانش فيه تفرقة في الحتة دي بالزيد هل هما كلهم كانوا صمر أو كلهم كانوا بيض لا هما كانوا زينا النهاردة بداريه البرتريات الفيوم اللي موجودة معنا في الموسم التامي ببرتريات الفيوم هي شبه المصريين وناس كتير كانت بتقول إنه دول الأغريق اللي جوهم عايشوا في الفترة الرومانية ده مش حقيقي التعامل عليهم DNA هما مصريين والجيناتك بول بتاعهم من شمال أفريقيا من مصر بالتحديد وهم شبهنا النهاردة فيهم الأبيض والأسود والأصمر احنا خليط بذلك شعوب شمال أفريقيا عامة صحيح كده مش مصر بس يعني طيب أنا عايزة أسألك بقى أنت كمخرج يعني أنت كمان واضح كنت تقارئ وأحياناً يمكن كنت مدون يعني كنت بتكتب ملاحظاتك أكيد أنا محب التاريخ اللي مبهرت بي في هذه الفترات وأصريت على وجوده يعني لمعته يعني لمعته في الصورة زبطته في الموسم الأولاني في موضوع مصر القديمة كان مهم قوي بالنسبة لي أن احنا نضيف جانب إنساني للتاريخ مصر القديمة هو مش كله حجرة ومسلات وأهرمات ووزن الحجر في بني أدمين في بني أدمين عندهم سير عندهم قصص قد تلك المعابد والصور على المعابد بتحكي حياة يعني لما بنقف بتحسي أنه في حياة كان في حياة هنا طبعاً بس في الأكتر من كده كمان احنا نعرف عنهم تفاصيل هم كانوا بيسجلوا كل حاجة بشكل مبهر فإحنا نعرف عنهم تفاصيل تكاد تكون شخصية لحد كبير يعني مثلاً الملك تحوتموس الثالث ده كان إمبراطور وكان بيغزوا منطقة كانعان كلها ولكن هو في نفس الوقت كان كان بيحب الطيور والنباتات وكان بيحب يرسمهم وكان بيحب يدونهم ومسجل ده في معبد الكرنج فالجانب الإنساني من التاريخ إن هم بني أدمين عندهم أحلام عندهم مخاوف عندهم طموحات شبهنا جداً وكمان فكرة الامتداد الثقافة المصرية من مصر الأديمة لحد النهاردة إن إحنا عندنا عادات كتير قوي لسه موجودة معنا من مصر الأديمة زي الدنيا أمثلة بقى حاجات في الأكل كتير طبعاً الأكل كتير حاجات في الكلام إحنا العربي بتاعنا متأثر باللغة الإبطية جداً جداً عندنا حاجات إبطية كتير جداً حتى في النحو بتاعه وفي أماكن الفعل في الجملة والحاجات دي متأثر باللغة الإبطية في تقوص الموت أكيد وفي تقوص الأعياد والاحتفالات كلها حاجات مكملة معنا والغريب إن تقوص الموت بتنطبق علينا يعني إحنا مسلم أو مسيحي تقوصنا مريبة من بعض في الوقت هي مصرية قديمة اتشاح بالسواد بزرط اللي بيعوده أربعين يوم وإن الدبات اللي موجودين في الأرياف والحاجات دي كلها وحتى طرق الدفن نفسها والحاجات دي كلها مكملة معنا من مصر القديمة الموسم الثاني كان مهم قوي بالنسبة لي فكرة التاريخ الكنسي المسيحي الفترة دي اللي هي الفترة الرومانية لحد دخول العرب محدش بيتكلم عليها خالص وهي فترة غنية جدا وهي فترة فيها قصص وأحداث مبهرة والديانة المسيحية بالتحديد تقريبا تم تشكلها في مصر لأنها من أول الكنيس التي عملت كانت هنا في مصر القديس مرقص لما جيب بالإنجيل بتاعه وأول إنجيل من العهد الجديد فكرة الرهبنة والأديرة كل الحاجات دي خارج ده مصري كل ده مصري فكان مهم قوي نحن نسلط الدوق على المرحلة دي تاني حرجع لفكرة الشمولية وأن احنا نبقى منفتحين على الآخر أكتر تاني حرجع لفكرة الحاجة شكرا لفكرة حرجع لفكرة encuentر